اشتركوا في القناة 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 ديالهم وكيحميهم من الامراض اللي ممكن تجيهم مفاجئة يعني السموم وهو كيغسل الكلوة يعني مع المدع يلا مشا دك شي دك الرواصي بقد كتجمع في الكلوة واحد النهار صفي يعني كيولي ارنب كيموت فوجائي يعني هاد القضية هاد اننا ممكن نعطيهم هاد الغسول الكلوي ويحميهم من هاد الامراض الطريقة وهي كالتالي يعني سر الخلطة هما مكوينين عندما كتشوهون قدامكم كين الخل العادي وكين البيكاربونات السوديون اسمه غادي تديره كين غادي تصنعوا واحد المحلول اللي هو عبارة عن غادي تضيفه يعني ملعقة ديال ربع ملعقة ديال ملعقة ديال بيكاربونات السوديون غادي تزيدوها مع لتر ديال الماء اللي مخلط معاه يعني ملعقة ديال الخل يعني اسمه الخلطة ملعقة ديال الخل غادي تديروها في طرو ديال الماء وغادي تزيدو معاه ربع ملعقة ديال البيكاربونات السوديون هادشي تقوم لهم لمدة اربع ايام كونوا متأكدين ان هاد المحلول هادا راه غادي يفيهم جميع الامراض وخصكم تعرفوا ان هاد المضاد يعني عفوا مضاد السموم راه كين كيتباع في الفرماسيانات كيتباع هو مركز يعني هاد الخلطة اللي عطيتكم انا راه مخفافة غير هما كيديروه مركز وكيزيدو عليه بعض المواد الكيميائوية تخيلوا ان الليتر ديالو كيدير ميتين درهم يعني واحد السيد قال لي نجيبوه لك السير كومونت وانا يا سولتو شحال التامن ديالي كيدير ميتين درهم ولكن هاد الخلطة هادي راه هي هي الدواء اللي غادي يتعطيه لهم ميتين درهم راه هو هادا عندما ما كتشوفوه يعني بارخص الاثمينة اذا هاد الغاسل الكلوي خلاصة القول اه اه ملعقة كبيرة في ليتر ديال الي الماء مع ربع ملعقة ديال لا بي كربونات السوديوم تخلط وهم ثم fy بتعطيهم لهم مباشرةol هادشه ماش يتخلط مع الماء هاد المحلول هذا ماش يتخلط مع الماء لا يتعطى مباشرة ملعقة ليتر ديال الماء وربع ملعقة ديال بي كر بونيات السوديوم يتخلط المحلول جيدا وتقوى تعطيهم لهم لمدة أربع أيام غسول كلاوي يعني 100% وبالما تشريوا هذا المداد السموم رأي هذا كي تعتبر مداد سموم هذا الخلطة رأي اللي كتتعطى في المداد السموم يعني الأصلي بطريقة مركزة أما انتم ما غتعطيه بطريقة مخفافة المهم عندنا هو النتيجة إذن هذا الحلقة رأي تعتبرها هادية لأنها رأيها مجربة ومجربة حاولوا أنكم تديروها يعني كل شهر خليوا هذا الخل عندكم هذا البيكاربون السوديوم رأي كمية كبيرة يعني غادي تكفيكم بزاف ديال الشهور لأن الخل رأي يكون فيه تقريبا نصف لتر ثم غا تبقى تعطيهم غي ملعقة منه غادي تديروها مع لتر ديال الماء وبيكاربونات السوديوم رأي كتكون بزاف كي يعطيه كمية كبيرة كذلي غادي تديروه ربع ملعقة يعني غير الراس ديال المعلقة غادي تديروه مع ذيك الليتر ديال الماء اللي مخلط معه ملعقة ديال الخل وبقى وتعطيهم لمدة أربع أيام سوف أقطعه عاو تاني الشهر الجاي عاو تاني يعطيه هون لهون هاد الشي را 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 يعني خسكم تتجربوه عاد غادي تجاوبوني في في الكومونتير ان شاء الله وبما يكون غير الخيام اندا الحلقة ديالنا راها سهلات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة جميلة غادي بالدعم ديالكم ما تنسوناش بزير جام وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة